إلى ذلك تدور مواجهات متقطعة بين ميليشيا الحوثي وحرس الحدود السعودي في نقاط التماس بين الجانبين وعلنت الداخلية السعودية مقتل أحد عناصر حرس الحدود بقصف من داخل أراضي اليمنية وتتبادل الميليشيا والحرس السعودي القصف المدفعي والصاروخي عبر الشريط الحدودي من وقت إلى آخر منذ بدء التحالف العربي شن عمليات العسكرية ضد قوات الرئيس المخلوع والميليشيا من وقت إلى آخر تعلن الداخلية السعودية عن مقتل عناصر من حرس الحدود أخرها اليوم تقول إن عنصراً أمنياً قتل القصف بالأسلحة الثقيلة من العمق اليمني كمدافع الهاون وصواريخ الكاتيوشا حاضر بحسب إعلام حربي تطلق عليه الميليشيا هكذا قرية الخوبة السعودية كانت حدفاً لقصف الميليشيا حيث يقع جبل الدود الذي دارت حوله اشتباكات عنيفة بعد أن شنت الميليشيا هجوماً على محافظة الحرث بمنطقة جيزان بالإضافة إلى مواقع عسكرية هي عليك والجحفة والرجفة في ظهران الجنوب بينها برج المراقبة لقيادة منطقة علب وبرج مراقبة الضلعة في نجران في الجهة المقابلة يواصل طيران التحرف بقيادة السعودية تمشيط الشريط الحدودي يسد هجمات ويعيق أي تقدم للميليشيا مضيفاً في وسائل إعلامه بأنه يقتل العشرات كما يواصل قصفاً صاروخياً عنيفاً على مديرية حرب بمنطقة المداحشة غرب منفذ الطوال وجبل أبو النار والبرم والشريفية بمنطقتين الحصامة والملاحيظ في الشريط الحدودي بمديرية الظاهر محافظة الصعدة